ما الموضوعين تانين بعد الموضوع بتاع أجندة الأهلي لكن الموضوع الأبرز والأهم عايز أتكلم على فكرة إصابة بيرسي تاو لالسبوع اللي فات كان معانز منا فارغ صلاح من ملعب التتشي بالجزيرة وقال كل التفاصيل والكلام اللي تقال والمصادر الرسمية جوا نادي الأهلي اللي صراحت بالتفاصيل دي الحمد لله شفنا مباراة الأهلي أمام المريخ اللاعب بيبدأ من التشكيلة الأساسية وأحرز هدف له لأصابة الكادمة في الرجبة اللي يمكن أكبرت الجهاز الفني على استبداله ما بين الشوطين ولكن انباراة خرج علينا هوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب إفريقيا والناس لو ركزت في دي أو نص أو الدقتين اللي تكلم فيهم هجو بروس على قواعد استدعاء اللاعبين وضم مين وما ضمش مين قدامكم على الشاشة هي يمكن دي لقطات حصرية من خلال إحدى المواقع الجنوب إفريقية اللي كانت حضرة للمؤتمر الصحفي ويمكن الدي أو نص دي اللي يتكلم فيها هجو بروس عن بيرسي تاو هجو بروس قال إيا جماعة تحديدا عشان الأسف البعض نقل التصريحات بشكل خاطئ والكل راح لتفاصيل الراجل ما قالهاش بالمعنى اللي الناس نقلتها بيا قال في مشكلة كبيرة ماذا أستطيع أن أقول بيرسي فعليا بقاله 8 شهور يعاني من إصابة بيلعب مصاب ويعاني من زمتقاله للأهل منذ يونيو الماضي ما لعبش كتير ما لعبش حتى معانا جيم قوي في مباراة تغانا اللي كانت الفاصلة أو المؤهلة لكأس العالم وقال ثم بدأ يلعب مع الأهل لعب ثم أصيب ثم لعب تاني هو قال من وجهة نظره إني بيرسي تاو محتاج 6 شهور تدريبات فقط ما يلعبش مباريات عشان يستعيد الفورمة البدنية ما قالش أنه عنده إصابة حاليا محتاج راحة 6 شهور عشان يرجع في فرق كبير جدا في المعنائين يا جماعة بغض النظر عن هوجو بروس عايز يقول إيه بخصوص بيرسي تاو لكن الجزاء دي تحديدا عايز أشرحها الراجل ما قالش أن بيرسي تاو مصاب وإصابته دي تخليه يغيب 6 شهور لأ قال إن هو بدنيا محتاج يريح 6 شهور ويتعمله برنامج بدني عشان يرجع بعد 6 شهور جاهز بشكل قوي يبقى بالتالي هو ما قالش أن بيرسي تاو مصاب ومحتاج راحة 6 شهور أو تدريب 6 شهور عشان يرجع لا هو ما قالش أنه مصاب قال هو بتعرض لإصابات كتيرة لكن هو نسي أنه لما كان مع منتخب جنوب إفريقيا بيلعب في التصفيات المؤهلة لكأس العالم تعرض في إصابة كبيرة جدا في مباراته اللي تلعبت في أسيوبيا وللأسف الجهاز الفن بقيادة هوجو بروس وقتها يمكن قد اللاعب هنا واللعب لعب وهو كان عنده إصابة وساعتها لما رجع للنادي الأهلي من أسيوبيا بعد مبارات جنوب إفريقيا في آخر مبارات تصفيات كأس العالم رجع مصاب وقعد حوالي شهر ونص شهري ما بيلعبش مع النادي الأهلي فبالتالي هو جو بروس لما بيتكلم على بيرستا وهو حزين إن اللعب مش معاه وهو حزين إنه دايما بيعتمد على اللعبين المحترفين ومعظم اللعبين المحترفين ما بيلقهمش وقت المبارات الحسيمة وهو شايف أنه عنده أجندة في الفترة اللي جاي عالعب فيها مبارات ودية سواء مع غينية أو حتى مع إنجلترا فبالتالي اللعبة مش موجودة معها الناس كمان سألته على تيمبازواني ليه مخدتش تيمبازواني طب طالما بيرستا ومصاب اتكلم على لعابة ساندانز وعلى أورلاندو بايرتس وقال إن ضغط المباريات والحمل البدل اللي عالي مش مخليهم في أتم الجاهزية عشان أضمهم بالتالي هو عنده أزمة في مشاكل أو مشاكل معينة في ضم عدد من اللعيبة بيرستا وتيمبازواني عدد من اللعيب أورلاندو بايرتس وصاندانز فبالتالي تصرحاته مبارح اللي نقلتها كل وسائل علامة المصرية نقلتها بشكل خاطئ هو الراجل مش بيتكلم على إصابة بيرستا و هو من جواح حزين إن مش معه بيرستا و في نفس الوقت وجه سهام النغض لللاعب اللي بالمناسبة لما سألنا مبارح عدد من المصادر في الأهل على هذا الكلام قال الكلام ده غير صحيح أولا بيرستاو مش مصاب إصابة تخليه يغيب ست شهور ده أولا سانين هو مش محتاج برنامج ست شهور عشان يرجع للمباريات ده اللعيب اللي بيبقى عنده إصابة روباط صليبي عشان يرجع ما بياخدش ست شهور ممكن شهر و نص شهرين برنامج تهيلي مع مباراته الدي عشان يرجع طب بيرستاو جاهز لمطش الهلال السوداني بيرستاو جاهز للنزول في المراني الجماعي يوم 28 مارس عقب العودة الفريق من الراحة السلبية لعب يوم 18 تعرض للكدمة في الرجبة الإصابة دي يعني التشخيص والإشعة اللي أجراها محتاج راحة حوالي عشر أيام وبالتالي يعود للتدريبات الجماعية يوم 28 مارس ويكون جاهز لمطش الهلال السوداني إيه الفكرة من تصرحات هوجب روس هوجب روس عنده أزمة في استدعاء اللاعبين إمبارح وجه سهام النغض البيرستاو والعدد من اللاعبين سواء في سانداونز أو حتى في أورلاندو بيرس لكن عشان بيرستاو بيلعب في الأهلي فوسائل العام المصرية خادت الكلام ده بشكل سلبي ونقلته على إيه بيرستاو عنده إصابة ومحتاج ست شهور راح عشان يرجع ليه المران الجماعة والتدريبات في أتم الجهزية خلال الفترة اللي جاية إذن الناس محتاجة بس تسمع وتقرأ وتشوف إيه اللي بيتقال بره صح عشان لما تنقل تترجم ده للناس بشكل سليم ما تترجمش وجهة نظرها الشخصية أو حتى أمنيتها الشخصية بخصوص إصابة بيرستاو للبعض طبعا كلنا شفنا الفترة الأخيرة لما اجتهد أو لما فابرت خبر إصابة بيرستاو كلنا شفنا الحقيقة اللاعب سليم ولعب وأحرز هدف ولما خرج للإصابة مش نفس الإصابة الناس كانت بتتكلم عليها وقالوا ماز وكلكوا عارفين الكلام اللي تقالوا وقتها كدمة وهيرجع للمران الجماعة يوم 28 مارس وهيكون جاهز إن شاء الله لمباراة الهلال السودان ترجمة نانسي قنقر